يا جماعة الخارجية المصرية دايما الشريك الدائم للأهل في كل نجاحاته وبطولاته الخارجية باستمرار السفارة المصرية ورجالها في أي دولة الأهل ينزل بها هتلاقي السفارة موجودة سيادة السفير يهاب فامي سفير مصر في تونس كان في مقدمة مستقبلي بعثة الأهل في مطار قرطاج مبارح ولم يترك البعثة أبدا موجود ورجال السفارة مع كابتن خطيب وأعضاء المجلس باستمرار النهاردة كان موجود النادي الأهلي كابتن خطيب وأجيه للشكر ودي موجود معالموندس خالد مرتاجي ويمكن كل الجرعي محمد الجرحي وأيضا محمد سراج محمد سراج وطارق أنديل وطارق أنديل كله بقول لكم أعضاء مجلس الإدارة بيشكروا السيد السفير ورجال السفارة على كل ما تقدمه السفارة المصرية للنادي الأهلي من دعم ومساندة عشان كده أعتقد هذا اللقاء يعني فيه من التأدير وال شكر على كل الدعم وكل المساندة لأنه يا جماعة الحاجات دي بتبقى مهمة جدا أن أنت تروح تلاقي السفارة بتزللك أي مشكلة دعم ليك هي لدات الاتصال مع الفريق الآخر لازم تلاحظ أن الاستقبال كان في منزل السفير مش في السفارة آه ده تقدير زيادة كمان أي ده زيارة الكابتن خطيب وعضاء المجلس للسيد السفير في منزله طبعا قلتلكوا ده دور مهم جدا الأهلي بيلقاه باستمرار ثم هذا التأدير وهذه العملة تسكرية بتاعة الأهلي آه من الكابتن الخطيب للسيد السفير طيب أعتقد كمان الزميل كريم أحمد في لقاء مع السيد السفير يهاب فاهمي عن انطبعاته عن المباراة وعن دور الأهلي معاهم نشوفه من جد التحية الكل مشاهدين وكل جمهور النادي الألي في كل مكان الحياة أجواء طيبة جدا هنا في تونس الكل بيستعد الكل على قلب الرجل الواحد بالنسبة لفريق النادي الأهلي الجهاز الفني إن شاء الله بإذن الله خطوة مهمة جدا نحو منص التتويج في دور أبطال أفريقا إن شاء الله بكل المجهودات تكلل بالنجاح لكن في هذه اللحظات الحقيقة يساعدنا يكون معنا طبعا مع السفير لأستاذ إياه بفاهمي طبعا الحريص بشكل كبير جدا لتزليل كل الأمور الخاصة بأسة فريق النادي الأهلي للترتيبات قبل الصفر وأيضا كمان وجودنا هنا في تونس قبل الصفر كابتن خلا بيبو كان متواجد كابتن سامير عدي الترتيبات دي مهمة جدا بتفرق الحياة مع النادي الأهلي بشكل كبير جدا أولا أهلا بحضراتك وأهلا بمشاهدي نادي الأهلي وأهلا ببعثة النادي الأهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب أكيد حضرتك تبعت أولا الاستقبال الاستقبال كان حفاوة شديدة من قبل رئيس نادي الترجي كابتن حمدي المدب وعكس المحبة والأخوة الصادقة لما بين الشعبين وما بين أكبر الناديين في أوطانهم وفي أيضا في محطهم العربي والأفريقي وطبعا لما الكبار بيلتقوا أكيد جماهرهم بيكونوا متطلعين ليشوفوا مباراة شيقة وتليق بتاريخ وبحجم الناديين ونتمنى يا رب التوفيق والفوز للنادي الأهلي وطبعا الترتيبات يعني كل الترتيبات سواء اللوجستية أو الأمنية كلها على قدم وساق ويعني بتوجه من خلال حضرتك شكر للسلطات التونسية اللي وفار كل التسهيلات الأمنية وغيرها من التسهيلات لتوفير كل صبر للراحة لبعث النادي الأهلي منذ الوصول وحتى الآن وطبعا أنا كنت مع البعث النادي الأهلي في الاستقبال مع كابتن مع رئيس النادي الترجي وبالإضافة إلى التمرين الميران الأول اليوم يعني حرست أن أنا أكون مع كابتن محمود الخطيب وشاهدت بنفسي الحماس واللعبين بإذن الله يعني متطلعين لمباراة طليق بحجمه وتاريخ النادي الأهلي نتمنى لهم كل التوفيق سؤال مهم جدا هو يوم المباراة تحديدا تحرك فريق النادي الأهلي من فندو لقامة ترتيبات الأمنية دي بيكون مهم جدا أنا عارف نحية كوية فعليها بشكل كبير ومركزين عليها بشكل كبير يعني حطنا في الإطار ده كيف سيتم الترتيب لليوم يوم المباراة وتحديدا تحرك النادي الأهلي من فندو لقامة حتى الوصول لعمل عبرات مس حضرتك يعني أنا في اللقاءاتي مع سيد وزير دخلي هنا وسيد وزير شباب الرياضة يعني كانوا حرسين كل الحرص على توفير كل وتوجيهاتهم كانت واضحة ومباشرة إن يتم توفير كل التسهيلات وكافة الإجراءات التأمينية وطبعا إحنا في بلدنا التاني تونس ويعني مسألة التأمين دي مسألة إجرائية لكن هي بلد آمنة وإن شاء الله تبقى الأجواء أيضا وديها صحيح فيه منافسة ما بين الناديين الكبار ولكن منافسة شريفة ومنافسة يعني إن شاء الله تتوج بي يعني ماتش كلنا نستمتع بي بإذن الله ويكون يعني يسعدوا الملايين المشاهدين المصريين بإذن الله شكرا جد كل الشكر والتأدير الحقيقي على المعنى السفير والسيد إيهاب فاهمي طبعا على هذه التصريحات وإن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي يوم السبت المشيئة لا يكون يوم عظيم على كل جمهور النادي الأهلي كل الشكر للسيد السفير إيهاب فاهمي وللخارجية المصرية ودورها الكبير دايما في مساندة النادي الأهلي في مثل هذه المهام الوطنية الكبيرة وبنتمنى التوفيق إن شاء الله لفرقتنا العشرية مساء السبت بإذن الله تعالى دعواتكم للفريق يحق نتيجة إن شاء الله تعالى تكون إيجابية ويرجع عشان يستعد لمطش العودة السبت اللي بعده على طول في القاهرة